اهلا بكم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في اهم الاخبار في دقيقة عملية امنية لملاحقة فلول داعش في صحراء الانبار المكسيك تنقذ 300 مهاجر كانوا في ظروف مروعة الامارات تتعاحد بتقديم 100 مليون دولار للشراكة العالمية من اجل التعليم ومسؤولون في مجال الصحافي امريكا يقولون ان تفشي الانفلونزا يزداد سوءا دراسة حديثة تؤكد ان العنب يعالج الاكتئاب والقلق وبمناسبة اليوم العالمي للسرطان منظمة الصحة العالمية تقول ان السرطان اصبح مسؤولا عن وفاة واحد من بين 6 وفيات في العالم خبيرة في التغذية تقول ان تناول قطعة بيزة في الصباح اكثر فائدة للصحة من تناول رقائق الكورنيفليكس مع الحليب والسبب انها تحتوي على بروتينات ومكونات اكثر فائدة ومعدل اقل من السكر